اشتركوا في القناة لقوة دفاع البحرين وما يبدله رجالها البواسل من جهود كبيرة مثمرة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي المشترك لكل ما فيه خير الجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها العزيز وأمن المنطقة إضافة إلى بحث الخطة المستقبلية لتطوير وتعزيز مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وأشهد جلالة الملك المفدأ القائد الأعلى رعاه الله بكل الجهود الطيبة والموفقة التي تقوم بها قوة دفاع البحرين لكل ما فيه خير وطننا العزيز وأمنه واستقراره وتقدمه